احنا صار في 81 مليار دولار في 20 سنة في 18 سنة 81 مليار دولار المستلزمات السلعية اللي هي قرطاسية كتب مجلات وثائق مقطوطات وجرمات كهرباء بس احنا دفاترنا بـ 20 مليار أستاذ نجم هذا اللي دنقول عليه يجب إعادة النظر بالموازنة المقترحة لعام 22 بشكل شامل وجدري طالب ديوان رقابة مالية بفحص هذه 81 مليار دولار أين ذهبت؟ هناك مستندات لدى الوحدات الحكومية المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية وصيانة الأبنية أين أنفقت هذه الأموال؟ في حالة وجود أي شك بالأنفاق وطبعا هناك شك يفترض أن يحال الملف بالكامل إلى النزاهة لأن أحد أهم منافذ الفساد كانت تنمو من خلال المال العام طبعا هناك فساد ينمو من خلال الموازنة وهناك فساد لا يدخل أصلا في الأموال يعني لاحظنا مثلا بالفترة الأخيرة المشتقات النفطية القبض على تهريب المشتقات النفطية هذه التريونات التي كانت تهرب هذا الملف يفترض أن يفتح يعني عندما يتم إلقاء القبض على مافيا محلية يفترض التحري عن أصول التي استطاعت نجحت في إخفاءها خلال تلك الفترات فأحد العيوب في موازنة عشرين وثلاثة وعشرين هو أنها لم تضع رقم محدد لما هي الأموال التي ستسترد من الفاسدين من أجل أن يكون البرلمان محاسب للحكومة الحكومة جاءت ضمن أولوية رقم واحد مكافحة الفساد هي الشيء الدولة عتها أرقام رسمية نعم يعني الرئيس الجمهورية صرح بأن الحد الأدنى السابق 150 مليار دولار سرقت من أموال عراقيين من وباقية من وباقية الحكومة هي المسؤولة حاليا الحكومة مسؤولة عن يعني تضع حدث مثلا استرداد عشر مليار دولار من هاي المئة وخمسين خلال عشرين وعشرين وما هي آلية الاسترداد من أين لك هذا تجميد أموال العراقين في الداخل والخارج حضرتك بالألفين وثلاثة شين تمتلك والآن اش تمتلك نافذة إلكترونية مصدر دخلك ما هو ممتلكاتك ما هي إذا كان الموضوع بي شبهة تروح إلى خانة الفحص الدقيق إذا كان لا تمتلك أموال يعني واحد الله التفت عليه التفت عليه يقول لنا مين الله التفت عليه أنا أشتغل مقاولة يقول لنا مصدر تحاسب ضريبيا على المقاولة دفع ضريبة صنعة في الخضراء صنعة في الخضراء هي من أجل أن يتصالح الشعب مع الممثلين للشعب الحكومة أتت ضمن شعار الاختراب من مطالب الشعب ما هي مطالب الشعب؟ رؤوس الفساد من هم الفاسدين؟ الكبار والصغار وهيئة النزاهة تدأت بهذا الملف يعني للأمانة نلاحظ أن هناك ملفات نلاحظ أن هناك يعني أشخاص وضعوا من دائرة الشيك نحن نطالب الحكومة بالمزيد نطالب البرلمان بالمزيد أين ذهبت الأموال؟ اشتركوا في القناة